موسيقى الساكل البيضوي بأثر هذه المشروعين. علش مدينة داربيضاء فشلت في إحداث مساحات خضراء اللي تخلقوا حد صورة جمالية لمدينة داربيضاء. عكس مدن الأخرى مثلاً اللي اعطينا غير مدن داخل التورب الوطني ماركش أو الرباط من أجل منقش هذه القضية ومعرفة الأسباب التي تحول دون أن تكون مساحات خضراء تلقب مستوى هذه المدينة اللي تقول مدينة المال والأعمال نصدفه السيوس في أفعدات كاتب العام للمنظمة الديمقراطية لألبسنة والمساحات الخضراء سيوسف مرحباً بك مرحباً سيبوستا نحييكم على الدواء علش القطاع المساحات الخضراء في مدينة داربيضاء لمشيش عن طموحات الساكنة منذ عقود دولة ونحن تنهضروا على أن المساحات الخضراء لا يوجد فيه في الداربيضاء سيانة مساحات الخضراء يطلع فيها مشكل. أشنو السبب في رأيك؟ سيبوستا أولاً غير مني كنقوله واحد اسمي تقولك إذا استندست الأمور لغير إهلا فانتظير الساعة إلا غير إهلا إلا غير إهلا فانتظير الساعة لأنه لكنشوفه للأسف الكبير أنه واحد المجموعة دي الموارد المالية المخصصة لها القطاع دي اللي بستانة على مستوى الداربيضاء واحد المبالغ لي هي هائلة ولكن للأسف هاتقليبون هذا غرف لجنان هضروا غير لجماعة وحدة دي الجماعة الداربيضاء أنه طلعت على الدفتر دي دي الاستفقاء دي دي هذا في الفين وعشرين في الولاية السابقة كانت حوالي 22 مليار مخصصة غير هذه غير الصيانة لإعتيادية دي المساحة الخضراء لإستاصر المقاطعة غير الصيانة غير الصيانة اللي كتقوم بها جماعة الداربيضاء ناهيك على باقي مجموعة اللي كتشير المقاطعات الخرين كتلقاهم تاني مخصصين تاني صفقات خاصة بهم للصيانة العسيالية ولكن للأسف اللي كنلقاهم على بعض رؤوسة دي الأقسام في داخل بعض الجماعات لا تذكر الاسماء ديالهم انهم كتلقاوش عاطين ذاك الاهتمام للكفاءات المهانية للمكلفة مثلا دي بيزاجيست كتلقى مثلا واحد مسؤول في داخل على واحد القسم هو الدور دياله مثلا ديال العتاد ولا ديال الاسميتو عاطينه القطاع المستاني إذا ماذا تنتظر أنه باش يعطيك واحد غزيلة مع العين بأن مواردها إذا كتصرف دائما فهذا مسألة ديال القطاع المستاني إذا خدنش مقارنة الدار بعد المدن المغربية ليس مدن أوروبية مثلا غير الباط ولا طانجة تشوف هذه النظرف جمالي ولد في هذه المدن على مستوى المساحة خضراء خاصة على مستوى مداخل هذه المدن هذه المدينة في الدار المشكل الباقي قائم بشكل كبير أكيد أولا هنا لا بدأ قد أن نزعل نحن كمونظمة ديمقاراطية للمقاولات المستانية ومساحة خضراء أولا رغمك أنك أن تحفظوا على بعض الصفقات على مستوى ومجموعة هذه المدن على سبيل المثال جهة تنجة تطوان ولا جهة الرباط سالة القرنية طراق لليوم لا بد احنا كمنظمة نطالبوا الاستعانة بتجربة هذه المدن لتجربة واحدة رجل الدولة صراحة نقول لها لأننا كان نشتاكيه من الطريقة لقد تمام هذه الصفقات ولكن اليوم نشوفه النتيجة والغيزة على أطل الواقع لابد أننا نشكر ونقدر كثيرا أدراج الدولة اللي هو الوالي السيد محمد العقوبين اللي صراحة يجب أن تستعانى بتجربة دياله على مستوى جميع المدن المغربية بما فيها ضد البيضاء ولا قدير ولا حتى مراكش لأن اليوم نشوفه الزائل طنجا أو لا تطوان أو لا مدينة الأنوار اللي هي الرباط نفتخره كمغاربة واليوم نرى المجموعة الزائل الزوار خارج الزائل يفتخروا بهذا السميته يعني وكلقوا غير بواحد وشن الوصفة اللي دارت في المدن ما دارش في الدار الوصفة اللي دارت أنه القطاع اللي بستانه والهيكالة بصفة عامة وخاصة اللي بستانه بتعطيتها واحد أهمية وتلقى هات خدمات غير بجوج اللي زغتيك البوبليي والغازو وتعطيتنا اليوم واحد المدن اللي عنده واحد ساحات خضراء زمال اللي يسعود وكتفتخك أنك مغربي أنك كتشوف هات اسمته اللي وصلت على هات المدن المغربية وبالتالي إحنا ممكن نشوفه مدينة كالدار بيضا مجموعة ديال المواريد المالية العائلة وأعطيني ما كتدخل ما كنش تشي مدخل أنك كتشوف في واحد اللمسة مثلا ديال المساحة الخضراء وهذا ماكنش الغريب أنك كتلقى متين غير تدخل غير أنا جاي فتصباح أو لا سميتهم على المدخل طريق الصياد الداخلي كتلقى مساحة الخضراء كتلقى بسيتين هالشيدي ماكنش حتى في مملكة جماعة القاروية النائية ما بقاش فيها وسائل بش تسقوا المساحة الخضراء ما بقا بداية ماكنش اليوم كانت نطيع مدينة الأمال والأعمال وكتلقى في هاته لا تقشفوا مدخلها ونموذج مثل عاصمة الأنوار ريباط أو طنجة لا تطوير شيء غير مقبول ما ستقلبت عن مساحة الخطرة التي كانت في الدربة؟ بالضبط مع الناس ولكن من أن تسمع غير تكلفة المالية 22 مليار غير كصيانة مخصصة لصياناتها هنا كهالية غير التي تقوم بها جماعة كجماعة الدربة نهاية كمساحات الباقي المقاطعات هذا واحد المساحات لهم أسميتوا ولكن كانت مواريد تصرف عليهم أسميتوا واني لم يكن غير طمكيش لم يكن نتيجة على الأرض البعض تقول أن دبت القضية على مساحة الخطرة أصبت مع الدبت توالي سنوات الجافاف يعني لم يبقى أولوية الأولوية دابة هو ترشيد المياه تتجد تقول لي دبت مساحة الخطرة المساحة الخطرة تستنزف في الفرشة المائية ما هو الرأي يكتفاد؟ اليوم نحن نضع الجافاف نضع أسميته ونضع الأدبة هذه سنتين أو هذا ولكن مسألة الغنغة هم تنريم نقولوا نحن العقلانة على مستوى الرباط اليوم كانت المسألة مستعملة المياه العاديمة كانت الآلية نشوفها الموارد المالية المخصصة للمساحة الخطرة لماذا لأمان التجوش مثل مسألة تحرية مياه البحر لماذا مثل المعالجة المياه يعني لم يكنش تسقي بالماء الشارع هذا هو أسميته وكانت مما كانت مجموعة للمساحة الخطرة على مستوى الضربيضة وكانت كيف نقولون مجموعة للمقاطعات اللي كانت المساحة هائلة ومخصصة لها وما فيهاش حتى تتابئة كتخصص انت متانا صفقة متانا بواحد مليون ولا جوج المليون ديال الدلم وما كيكونش ذلك لذلك صفقة ما فكرش انه يدى لها بيئة ويدى لها اسميته ديالو حتى انه اليوم احنا في إطار طاقة متجديدة دي طاقة واسميته ديالو هانتا ما معاقلانا المسألة قال غوطا غوط هانتا هادا وانشهد أولي واقع دابا اليوم جوج دو زارتيكل مني كان هذول يوم على الساعة مني ساحة الخضاء واللي قلنا كالريباط وكاتيطوان وكاتيطان جانا موداج أخدا من جوج لي زارتيكل القازون والبوبليي وكل غوطا غوط وكاتيطوها واسميته وعطينا واحد لايطال انتما كان مقاورة بالسانة والمساحة الخضراء وش ما قدمتوش مقترح لدى الناس على المدينة عمدة المدينة المستقبل وش كان عدقمش لقاء معها ولا باقي مدرطة التالية كنا حطينا طالبات في اسميته في الولايات السابقة صراحة ما كانش استقبال ديالنا ما كنتاجوش الاكتشاروكيات ديالنا باش نعطيو اسميته التصورات ديالنا احنا اليوم كنتاجوش من هذا المجلس اللي باقي صراحة ما احطناش لي ولكن كنت سنة وليت اما متنال ترتب الامر احنا بيصادات باش نحطوه واحد طالب اللقاء للسيدة العمدة بالنسبة لكم كنتم كان مقاورة للبسانة اش لي اهم الصعوبات اللي ستلقوا في القطاع المستمدينة التاربيضة من غير السفقات من غير المسائلات اللي كتلقاه هو ان دفاعتي دير التحمولات ما كتلقاهاش مصاوبة في بعض اسميته اللي اللي عنده واحد اسميته واحد تصور ديال الحضائق مثلا باسميته بالعناية دياله كتلقى بعض اسميته في بعض المقاطعات صفقة مقيمة مثلا جوج المليون ديالدرام ما عنده شبير ما خصص شبير اذا هات الشركة اليوم قامت بماذا وما عليها في الدفتر التحمولات ولكن فينا هو في اطار الصيانة لماذا ما تخصصوا واحد الجزء والاسميته البيئة يبقى بعدها باش نحافظوا على حتى تكلفة اليدات والحاضقة اليدات تبقى على الراونة قرية كانوا من القراءاتين في القادية المساحة الخطراء على مساوى الذت ضرب البعض يقول بانا قبل أن ندروا مجمع سكاني كبير نديروا المساحة الخضراء عالي يجي المجمع على ذلك المساحات الخضراء ونظروا عدد السكان ونظروا المساحات الخضراء التي ندروا يتلاقا مع ذلك المعدل لحق الساكن في المساحة الخضراء السياسة المولوية راشيدة خصوص هذه المسألة البيئة كانت واضحة خلال المؤتمر الاخير اللي كان ديس في مراكش الموطن الموناخ اراها في البيئة يعني تعطيتها واحد الاولويات ولكن هو دماملكة جيكا تلقى ما تعلن في بعض المجمعات كان هذا المسألة ديال الشجرة لكل المواطن ولكن البعض ديال هذا اللي كتلقى انه الجشع اللي كانت تموح تقليص ديال المساحة الخضراء لحسب الاسمنت وهذا الشيء اللي في حقيقة اخصطى عليه اليوم احنا كنشوفه في ادارة تغييرات المناخيات دور ديال الطابعات دور ديال الاشجار في فتصوية ديال هذا خاصة ان الضار بيضاء واحد مدينة اللي هي مليونية والانبيعاتات ديال هذا اخصطى اخصطى واحد اهمية كبيرة ادرت على مشروع الشجرة لكل اسرة والمشروع اللي كان ادر عليه للعمدة الضار بيضاء السابق البداية الولايات الجماعية دياله واحد مشروع ايضا في زمن الولايات الدريف ومليون شجرة هاد مشروعين كلهم ما مخرجوش للوجود ما عطوش الاثر المواطن البيضاوي ما شافش الاثر ديالهم على مستوى الواقع علش ما نشحوش هاد المشروعين هو كان تعطات في ايطار سنة ديالالفين وستمنتاش والالفين وستعطاش اللي كان تعطات هاد هاد المبادرات هادي ديالالستفاقات ديالتجير اللي كانت تعطات البعض من هنيت اللي كانوا خدمو فيها الموقعات المنطوية تحت الليواء ديالالاوديتاي ولكن اللي كانت شوفوا ان اليوم التزايد ديالالاحياء وديالالجزئات السكنية خصنا المزيد ديالالاوديتاي الاعتناء بعد العملية سيوسف أفعداز شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتبعي قناة الفاسبرس إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله